ارجعنا لكم اعزائي المستمعين ومازالي مكملي معكم في حلقتنا وفقرات الحلقة دينا والدكتورة سيهام بالمريد اختصاصي جلدي اليوم اتكلم معها للرؤوس البيضاء والسوداء دكتورة صباح النور عليك. صباح خير عائشة وصباح خير المستمعين الكرام. صباح النور عليك دكتورة سيهام. اذا دكتورة كيف موقع اليوم ان شاء الله غادي نتكلم معك على الرؤوس البيضاء ورؤوس السوداء وهدو تقريبا عند اغلب الناس وكيكونو في اغلب انواع الباشرة. ايه اكدتور . لا افكتما. رؤوس البيضاء ورؤوس السوداء هم ذلك النقاط اللي كنا نشوفهم شوختو ف البلايس الدهنية. اكزاكتو. شوختو عند البشرة الدهنية وفي بلاس الدهنية اللي شوختو كس كل البيضاء. نحببا النقاط اللي الي تكونو بويد حبيبا ترقي وقين بويد اللي تكونو تحت جلدا. واولا الكحلي اللي تانيلاحضو ان جلدة السطحية دالهم مفتوحة. هي سيلا من شوز. سنعرفون ان رؤوس البيضاء ورؤوس السوداء هي نفس الحاجة. نفس الحاجة غير مرحلة مختلفة الرؤوس البيضاء هو الغشاء الفوقاني ديال ذاك الحبيبة مجموع مشدود وتيكون ذاك الوسيبوم حيث مجنوم تكوني بالأساس من دهون تيال البشراء تيوقع لها بلوكاش دونك هاذاك الدهون تتأمين تكون مشدودة والغشاء من الفوق مجموع تتبنى رؤوس بيضاء بعض المرات هذيك الجلدة الفوقانية قد تفتح شوية وتيوقع تأكسد لذاك الوسيبوم أو المادة الدهنية اللي كتواجد بالداخل وكانت تعطينا اللون اللي كنشوفوه يعني الطبقة السطحية ديالك المادة كبالها أوكسيداسون تأكسد كتوالي بوانواغ أبلا رؤوس السوداء دونك سيلا نشوز افكتيف ما هماشي عجالي كتير بساف كلاحظوها ما كنش تقريبا شي حد منها ما جاتوش مرة وحدة أولا جوجها كالأقل في الفيزاج سيخطو عند البشراء الدهنية كيكونو عند البشراء الدهنية بتنقدرو القاوم في الوجه في الأماكن الدهنية نستطيع الوجه لديكولتي لباقتي سيبغيير ديال الكاتفين ديالدهر ممكن القاوم افكتيف ما بالنسبة للناس يسيكون عندهم بشرة دهنية ومشاكل ديال حب شباب وتيكون عندهم حب شباب مرتاشر رحتيكونو حبيبات حمرين ديال حب شباب وتيكونو حتى الرؤوس البيضاء والسوداء لخسن عرفو أنهم هما مرحلة من مراحل حب شباب بالنسبة لكيف ما شرت لي الناس ليسيكون عندهم حب شباب يعني الحبيبات حمر بينين وهذا والدهن على الوجه فرحتيكونو معاهم غانبا حتى ما كبير تيكون معاهم على الأقل واحد شوية تما كيكون عندنا يعني كان قلاسيو أولا تنصنفو حب شباب أكني انفلاماتوار حب شباب التهابي اللي تيكون عندنا الحبيبات حمر بينين متاهبين أكتر أو لأكني غير تنسيونيل يعني حب شباب نتقدر اسميه تراكمي اللي هو بالأساس يتكون الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء اللي غين تكلمون اليوم أو حب شباب اللي تيكون مختلط أكني ميكس اللي تيكون فيها هذه وهادي دونك عموما كيكونوا في جميع أنواع دال الحب شباب وهوما مرحلة من مراحل حب شباب لأنه هذا كل الرؤوس البيضاء أو السوداء إلى ما دويناهم هي نفس الحبيبة كتدوز المرحلة التهابية وكتعطينا حبوبة حمراء منفوخاء بالتهاب دونك شي علاش خاسنا نعرفوهم وندويهم قبل لأنه فاش كان ذويما قبل كيكونوا حيضنا ему عريك ديال 열 سيكاتريس كيكونوا سطحيين ما كيكونش عن الالتهاب تيكونوا سطحيين ما كيكونش يعني لو ريك ديال السيكاتريس لأنه كل ما كانت حبوبة حمراء تيدادو حلالة باكتغي ديال ديال حب شباب كل ما كان الالتهاب أعمق كل ما كانت لا سيكاتريس ديال الحبوبة أو حب شباب كيكون أعمق وأتخليناанию دكسيكاتريس المحفرين يتنشوفوهم بحب شباب. هما كيبقاوا مرحلة من حب شباب ومشي شي حاجة اللي خلصنا الدواء ديالها سهل. تشخص دياله سهل. ونقدرو نداوي بهم بلا سيكاترس. متخليبناش سيكاترس إلا دوينا عافض مرحلة. لداخلين المرحلة ديال الحميرار والتيهاب هذا تمكن ريسك ديال سيكاترس ديفوع اللي خبزاف ديالتقنيات ما نقدروش نتبغاسه منو لداخلين المرحلة ديال عند يعني قبل مرحلات البلوغ فهذا كسين ديال 10-12 عام حتى 12 عام وتيقدر يتوغل معهم حتى 16-18 بحراركك هاد حب شباب تكون سيكاترس ديالة تكون سيكاترس ديالة عند بعض المرات تكونوا غير هومة رؤوس بيضاء تكون سيكاترس ديالة في الجبهة في الآن في الدار وحتال البلاصة هنا في الخر ديال الحناكت واء للبلايسي يكون فيهم ناشيطين للغودة الدهنية وما عندهم علاقة بالدهون بيأسور البلايسي يكون ناشيطين لغودة دهنية لعنه مع مرحلة ديال البلوغ تما في كيفيدة نشاط ديال الغودة الدهنية وكيفيدة ليسلبهم الدهون وكيفيدة الولياد والبنيتة بقي ما ما كيفستعملوا تلكرين بقي ما كنعرفوش نتعملو مالوجه ديال quarters ومن كان دلو للموالو، دونك تما فيك يبقى على البلوكاج وكيعطينا هاداك الرؤوس البيضاء والسوداء اللي هما نعاون نأكد مرحلة من مراحل حب شباب من اللي تيكونوا عنا تيعتاونا بحل اندار ان احنا ندويهم كيكونوا بكريمات خفافين بطرق خفاف ماشي ماشي دوال اللي كنستعملوا في حب شباب دوال كيتخذ عبر الفم او دوال اللي كنحتاجوا لتحاليل وهذا، دونك في هذه المرحلة ما كحتاجوا الشي تحاليل وشي حاجة خاصة كريمات تقنية ديال نتوياج كنتويهم باش ما نخلي وش بلوغيس كنتيالي سيكاتخيس في حب شباب اللي تيكون لنا التهابي داكو، كلقوا محتفل ودن دكتورة، بزاب ديال نس كلقوا عندهم محتفل ودن كيكونوا دكليبون وخ كبار ما كيكونوا الصغر طفا، لان الناس اللي تتكونوا عندهم هادا الرؤوس البيضاء والسوداء تيكون عندهم بشرة دهنية البشرة دهنية تتكون والبلايس اللي تكون عندنا فيهم الدهون وهو الوجه هنا صدر والدهر بانسو حتى الودنين ويكون عندهم مختالتين بعض المرات بذيكيس اللي تيكونوا كبارين حتى اكياس دونية تيكونوا تحت جلدة هو سلمين بخانسيب غير هادوك صغورين وغداء اللي كيتبلوكاف على الويسابوم كتقدرش تخرجوا على سطح جلدة وكيبقع بلوكاج او لا كيس تيكون اكتر للفوليم الحاجم ديالو كيكون اكبر والتيهاب تيكون اكبر وتتكون تحت جلدة يعني كين ديجون كين ناس اللي تتكون عندهم هاد ديبوانوار وتيكونوا ذاك الرؤوس السوداء مفتوحين ويكونوا بزاف على مستوى الودن ووجه والدهر وهذا دونك هذا يعني ان البشرة ديالو دهنية بزاف وهو عنده ان تندنس باج يديبلوبي هاد هاد الاليزيون دونك خصنا العناية بطريقة مستمرة داكو العناية كيف اشتريتكم السؤال الجوهاري العناية كتكون عندنا باول حاجة يكون عندنا تشخيز زيالو مصحيح نبغي هنا يغينفتح قوس انه اليوم كتكلموا على الرؤوس البيضاء ورؤوس السوداء اللي كيتركبوا او اللي كيتكونوا على بشرة دهنية كين عندنا واحد الرؤوس البيضاء اللي كيكونوا على بشرة جافة تما ماشي نفس الحاجة ديما في الاكستريم تيكون عندنا شي حاجة على في البشرة الدهنية في البشرة الجافة عفوان كيكون عندنا البشرة قاسحة ناشفة وحرشة تيكون عندنا بلوكاش ديال كيغاتين واحد المادة اللي كتبتدل على مستوى السادح الجلدة وكتبت تديرنا رؤوس بيضاء تتكون في القاعد ديال في الجدر ديال الشعر دوك هادوك تاوما كيعتبنان منظر ديال رؤوس بيضاء دوك بش الناس يعرفوا انه كينين قولك انا ودليب لابنتين ما عندوش البشرة الدهنية بالعكس جافة بزاف ولكن عدو ديال رؤوس بيضاء هو سيب بالعمل شوز هادوك هادو اللي يتكلمنا عليهم اليوم هما مرحلة كيفما قلنا مرحلة مرح يلحب شباب يعني اكيد غيكون عند بشرة دهنية مشي مشي البشرة جافة هادو سيان بلوكاج ديال لسيبوم العرق دهن دهن اللي تتفرزو من الغداد دهنيا ولي تيجيو من مرحلة ديال البولوغ فما فوق اما ذاك الرؤوس البيضاء تيجيو على بشرة جافة تيقدروا يجيو قبل يعني البولوغ ويقدروا يجيو أبخي هادو كماني ما كيتحيدوش اللي يخصموح اللي يبرم يعاند دكتور ديال الجلد هو اللي كيقدر يحيدوه تنتويهم اكزاكتماً بغليدو كانت تنديرو مرحلة ديال نتوياج بغليدو غير باش ناس يعرفوا يميزو هادو في الدوى ديالهم خي يخصنا الترتيب ترتيب بزاف بدي بوم اه سيلكونتخي دونك بدي بوم اللي تيكونوا مرتبين وتيكونوا تقالين ويخصنا الترتيب بطريقة مستمرة كيقدروا نستعملو حتى ديال كريم أباس دوري او لا لا سيتسالي سيليك ما سوحتو دوري وتيكون فالكريم يتيكون واحد المادة اللي كتطيرنا واحد قشير طافي فعلا بسطح الجلدة ما او ممتو كان نرتبو الترتيب اللي يخصو يكون عاميق يعني من مردوش اوتوماتيك مخصنا مرتب بتيكون خاص بهذا نوع ديال البشرة هي كتكون جافة واحتف تشخيص ولا فهذا كيكون باين الملمس ديال البشرة تيكون حرش تيكون هادك حبيبات اللي يكونوا تحت جلدة تيقدر يكونوا في الوجهة تيقدر يكونوا على سطح ديال ديال الدين وهنا غالباً عامل الويراتة كيدخول بزاف كيكون احد الابا وين او كيليهما عندهم جلدة نشفة بزاف وهذا مشكلة كيكون في الويراتة كيكون الويدات كي تزادوا به يعني كيبدت نشوفيا كتبان من الشهور او سالوات الاولى فلاش ديال 4 سنين 5 سنين كيكونوا هادشي وكيكونوا اعراض اخرين بعض المرات كيكونوا بحل تفح جلدي التهاب حكا وكيكونوا بعض المرات مع قشرة ديال الشعر ديال نشوف ديال الشعر او لا واحد التهاب جليسمي تولا ديغمية اوتوبيك نوع من انواع الحساسية التي تزادوا بها ناتج عنا نشوفيا ديال الشلدة دونك هادا كلو كونتكست اخر يعني حاجة اخرى ما كيكونش عند البشرة دهنية والدوات دياله ماشي بدرورة نفس الحاجة يعني بالاساس كنديرو كريمات مقشرة نقدروا نديرو نتوايج خفيف دك الحبيبات بالابرة حبه حبه وسخته سخته ترتيب وهو هادشي كيتحس جانغالما في فترة ديال مرحلة ديال البولوغ سالعكس ديال الاخرين يلي مالك يبداو شوية افرس ديال ديال في مرحلة البولوغ كيتبدا تحسن كيتوازن اكزاكتمون تتبدا البشرة كيتدهن وكيتلي دغطات شعن كيتولي اكتر وكيبداي تحسن فهادو حاجة وهدوك حاجة هنا ما غيكونش عنده رؤوس سوداء هادو كيكون غير رؤوس البيضاء وكيتقدر بها دفول لقصيها بلاك ستناح بيبا حمراء دونك التيهاب كان كريو التيهاب هنا رؤوس بيضاء اللي تتقدر تعطينا صور رؤوس سوداء الى تفتحات وكيتخرج او لا الى بقات في بلاستة وخدمناها بيدينا قصناها او لا داك شي باش كان مانيبوليو كاتتر تعطينا حب شباب اللي هو التيهابي بالغيس سيكات غيس الآن بالنسبة للأدوية كيف نقولنا هنا في هذه الحالة كندروا الترطيب الأساسي وكريمات أباس جديا الواحد اللي ما داسمي تالوغي اللي كتقشرنا هنا خصنا على حسب السبب لأنهما قبل ما نذكروا يعني الدوا ديالهم كندكروا شنو هما مناش غادي يجيب احنا شرنا سوخته في المرحلة يجيب عند الوليدات صغار يزيكونوا كتاري ما تتكونش لكني ملتهبة بزاف سيكونوا هما داك الحبيبات تيكونوا يا إما كيوقع فترة ديال المرحلة ديال البلوغ كيكون إنتاج ديال المادة ديال السيبوم وتيكون واحد لبلوكاج معا لأن البشرة الدهنية تيكون عندها هذك دهون ديالها كيكونوا تقالين شويا كتتدع ليهم التيعاب وكتدد مادة ديالكي غيرتين تهيا كتبلوكينا داك القنوات اللي كتخرجنا دهون على مستوى سطح البشرة وكتدد مادة ديال حبيبات ترقيبين بلوكاج ديال السيبوم ديال دهون كيقدر بعد مرة تيكونوا عند النساء اللي تيكونوا كيستعملوا مثلا دفون دو تن اللي تيكونوا تقالين ويه عند البشرة الدهنية دون دفون دو تن اللي تيكونوا كوميدوجين لانا كنصحو النساء يستعملوا دفون دو تن أولا داك خيم اللي تيكونوا نون كوميدوجين لانا كوميدوجين جي يمن كلمة ديال كوميدون والكومية دون باللغة التابية هو ذاك الرؤوس البيضاء اللي تتتبلوك دونك خسهم يأخذوا داكريم ديما يقلبوا إلا كانت عندهم بشرة دهنية ومشكل فيها ديال ديال ما قلبوا ديال ديال ما قلبوا ديال كريم نون كوميدوجين إكريم كريمادية شمش نون كوميدوجين فان دوتان نون كوميدوجين يكونوا ما كيساعدوش أنه يبلوكئوا ذاك القنابات بعد المرة كي تكون من روتين الغالط ديال النساء مثلا كيستعملو زيوت اولا كيستعملو دك خين يكونوا تقالين على بشرة دهنية اولا مثلا غاسول اللي تكون مموال مش للبشرة اللي تكونوا مثلا هما مدجوري للبشرة الجافة اللي تكونوا كيرتبوا بصورة احمق. دونك هادو مختلف الاسباب. دونك الحلول اول حاجة كنبدو بها هو النتوياج اللي تكون ادابة البشرة. يعني بشرة دهنية غيخصني جيل اللي هو مرتب ولكن لي كدرنا واحد تقشير اللي هو خفيف على مستوى سطح البشرة باستمرار. مش دروري كنحسو بي ونحسو بهذا التقشير ولكن كي نقصنا الالتهاب اللي تكون حي اللي تقدر يكون واحد الالتهاب تعفيف مع مع هاد الحبيبات كيقدروا يدادو عليهم دي باكتيري دي الحب شباب بحلو ديمو ديكس بحال كيتي باكتيري مع كناس هادو دي باكتيري خاصة يتعتنون تيهابات على مستوى سطح البشرة وتيدرنا حبيبات الحومة. طنك نشوفو هاد المغسول المنظف ليكون خاص ادابة البشرة الجافة دهنية. نتوياج ديال البشرة يكون صباح وفلاشية. دو فاة بار جور. بنسبة سوكتول هاد نوع ديال البشرة دهنية. نقدرو بيانسور ما تكون عنا دك الرؤوس بايدا رؤوس هذا خاصنا ندرو ضروري حصة ديال نتوياج كيف ما قلتي بواحد الابرة خاصة عن طباب ديال الجلد وكان نحيدوهم وحيدة بوحيدة بلا ما نحاولون ندرو بلا ما نحاولون ضرور الجلد اللي التابعية. حاتش يكون لو كندرو مكاوي قايا باش ميدوس ندوس المرحلة التهابية لكاسة نحبو بحمر. تم ما كيكون دوا اخر. يعني كيكون مشكل اعمق دك الساكي كيكون مشكل اعمق ويكون غزكي ديال سيكاتريس معا. طنك كديرو حصة ديال قدرو نحتاجو حصة ديال نتوياج. بكريمات اللي تكونو سيخطو أباس دي زعشة لساسي دو فقبي زعشة البيعاشة. مادة ديال غيتينول تقدرو نستعملوها ليليا كل ليلة. مواد اللي كي يديرو نوحد تقشير خفيفة على مستوى سطح البشرة ومكي يعونوش ما كيخليوش هدك الدهون كي تراكمو على مستوى البشرة كي تسمو دي كريم ماتي فيانت ماتي فيانت يعني كتتتنقص دك الدهون ليتسكون على مستوى سطح البشرة وكتفتح المسام وتعطينا واحد تقشير خفيف. نقدرو نتاجو احتال سيانس ديال تقشيري كي يدير عند الطبيب أغيسائي. دونك بيانسور ليسيكون اللي حساب نواتي البشرة اه كيتناقش مابين طبيب والمريد داك ساعة. اه بيانسور هما في حالي في هاد المرحلة ما مر ما كحتاجو الدول اللي كيتخاد عبر الفم الا لا داكشي تطور للحبوب التهابي. هنا كنصحو المريد انه غير مخصومش يتقاصو مخصومش يبداي ما اديوش بلي الدين. انه تما كيتزاد التهاب كيتزادو اللي باكترية اللي كيكونوا مجهد مقارنة مع غير داكريم ودجاي اللي تكونوا سوبرفيسيال. واضح تبارك الله عليك دكتورة سيهم بالمريداء اخي السائية جلدية واليوم تكلمنا معك على الرؤوس البيضاء وسوداء واللي بوان بلون شكرا لك. مرسي اعزائي المستمعين مع الاسف وصلت بكم للنهاية ديال الحلقة ديالنا نشوفكم في حلقة ديال غدا ان شاء الله ومع السلامة.